وعلى الجانب الآخر من التحديات دعا أمير الكرد الإيزيديين حازم تحسين بيكا الحكومة العراقية إلى الاهتمام بإعادة أعمار سنجار مشينا إلى أنه طلب لقاء رئيس الوزراء العراقي لبحث مساعد تطبيع الأوضاع في سنجار وعودة النازحين إلى ديارهم وأشار إلى أن الإيزيديين ما زالوا في أماكنهم ينتظرون العودة إلى قضاء سنجار منذ ثماني سنوات مبين أن عدم تعويضهم وسوء الأوضاع في القضاء عاملان أساسيان لهجرتهم إلى خارج البلاد وضف بيك أن النازحين الإيزيديين في المخيمات يعيشون في ظل أوضاع سيئة للغاية وينتظرون العودة منذ ثماني سنوات لكن عدم تنفيذ اتفاق سنجار أصبح عاملا يدفعهم للهجرة إلى الخارج